السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء وطلاب الصف الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في اسئلة كتاب مندليف نرضى الحلقة رقم ستة وعشرين في الكتاب كاملا والحلقة الاخيرة في الباب التاني صفحات اربعة وتمانين وخمسة وستين وستة وتمانين الصفحات بتاعتنا اول سؤال فيها بيبدأ برقم متين بولي تم استخدام خمسة وعشرين خمسة وعشرين ميلي من محلول هيدروكسيد ليسيوم اتنين وتمانية واربعين من مية مولاري للحصول على ملح كابريتات ليسيوم متهدرتها طبقا للمعدلتين دول فان عدد المولات الناتجة من كابريتات الليسيوم المتهدرتها هنا يا شباب اعطلنا ايه اعطلنا تركيز واعطلنا حجم تركيز في حجم نجيب له عدد مولات نقول له كده عدد مولات هيدروكسيد الليسيوم عدد مولات هيدروكسيد الليسيوم بيساوي تركيز في حجم باللتر تركيز بتاعنا اتنين تمانية واربعين من مية مولار في حجم المحلول باللتر خمسة وعشرين ميلي على الف يعني خمسة وعشرين من الف الناتج اتنين وتمانية واربعين في خمسة وعشرين من الف الناتج هيبقى اتنين وستين من الف مول اتنين وستين من الف مول طبقا للمعدلتين انا عندي هنا اتنين مول عطوا واحد اللي اتنين مول عطوا كام واحد طيب انا لما استخدم اتنين مول يعطوا واحد لما استخدم اتنين وستين من مية من الف هيعطوا قديه هنقول لاتنين مول من هيدروكسيد الليسيوم يعطوا لنا واحد مول من كابريتات الليسيوم الموتهدريتة اللي كان فيها مية الاتنين مول عطوا كام واحد يبقى اتنين وستين من الف هيعطي اكس يبقى الاكس بتساوي واحد في اتنين وستين من الف على اتنين يعني بيساوي واحد وتلاتين من الف واحد وتلاتين من الف مول ديت الاجابة بتاعتي خلي بالك احنا قلنا دول اتنين مول عطوا كام واحد يبقى الاتنين وستين من الف اللي احنا حسبناهم هيعطوا كام واحد وتلاتين من الف يبقى الاجابة بقى سؤال رقم ميتين واحد بيقول لي اراد احد الطلاب تحضير محلول هيدروكسيد البريوم فقام بازابة تلاتة وثلاتة اربعين من مية جرام من هيدروكسيد البريوم في خمسمية ملي من ماء مقطر. ثم قام باجراء التجارب التالية. وفي كل تجربة استخدم مية مل من المحلول المحضر. الراجل اعطالك كتلة. دوابها في ايه? في حجم. يبقى انت اول حاجة هتحسب عدد المولات. هتجيب له اول حاجة. كتلة المول من هيدروكسيد البريوم. اول حاجة في المسألة ديت هنجيبها. كتلة المول من هيدروكسيد البريومات هتعرف هستخدمها في ايه الوقت? كتلة المول من بي اي. البريوم بمية سبعة وتلاتين. الهيدروكسيد منه اتنين في ستاشر يعني اتنين وتلاتين. الهيدروجين اتنين في واحد يعني اتنين. يبقى هنا كده اربعة وتلاتين. ثائد مية سبعة وتلاتين. يبقى هنا كده واحد. يبقى واحد يبقى هنا كده اربعة وتلاتة سبعة يبقى مية واحد وسبعين جرف. ده كده كتلة المول. بعد ما جبت كتلة المول هتلي عدد المولات المزابة. عدد المولات المزابة بيساوي كتلة مادة مزابة على كتلة مول. كتلة المادة المزابة بتاعتنا ايه? الراجل بقول لي قام بازابة تلاتة وتلاتة واربعين من مية. يبقى كتلة المادة المزابة تلاتة وتلاتة واربعين من مية. تلاتة تلاتة واربعين من مية. على كتلة المول اللي احنا حسبناها مية واحد وسبعين. انا هتأكد منها تاني برضو. وحضرتك برضو تأكد من حساباتك. يعني احنا قلنا اربعة وتلاتين زائد مية سبعة وتلاتين اللي هو البريوم. الناتج مية واحد وسبعين. هنقسم عليه. تلاتة واربعتاشر. تلاتة تلاتة واربعين. الناتج هيبقى اتنين من مية مولي. الناتج بتاعنا هيكون اتنين من مية مولي. يبقى هنا كده بيساوي اتنين من مية مولي. بعد ان يجبت له عدد المولات. تعال بقى تركز كده. هتجيب له التركيز. التركيز بيساوي عدد مولات على حجم المحلول باللتر. يبقى التركيز بيساوي عدد مولات على التركيز بيساوي عدد مولات على حجم المحلول باللتر. يعني هيساوي عدد المولات بتاعنا قلنا اتنين من مية على حجم المحلول باللتر خمسمية على الف. خمسمية على الف يعني كام نص. هنا اتنين من مية على النص. النتج معنا على الآلة الحزبة. زي ما احنا سايبين هو على خمسة من عشرة. الناتجة هيساوي اربعة من مية. اربعة من مية مولار. كده جبت له مين التركيز? تعال بقى نشوف هو يستخدم ايه. بولي هنا في التجربة تم اضافة خمسين ميلي اخرى من محلول بتركيز خمسة من مية مولار. فان التركيز في المحلول الناتج بعد الاضافة. يبقى انت دلوقتي عاوز التركيز في المحلول المضاف. بص يا رئيس. هنا تركز في موضوع الخلط ده. انت ضفت كم? تم اضافة خمسين ميلي اخرى من محلول بتركيز نص مولار. ليه اللي فات? ها بقولي في كل تجربة استخدم كام? مية ميلي. يبقى هو جاب مية ميلي من ده. بص يا رئيس كده. عدد المولات في المخلوط بيساوي عدد مولات محلول واحد زيد عدد مولات محلول اتنين يعني ام في كلي بيساوي ام واحد في واحد زيد ام اتنين في اتنين. يعني حجم في تركيز بتاع المخلوط بيساوي حجم المحلول الاول في تركيزه زيد حجم المحلول التاني في تركيزه. طيب احنا عاوزين التركيز بتاع المحلول الجديد. اللي هو حجمه كان كام? اللي هو كان مية. الراجل استخدمهم في كل تجربة زيد الخمسين اللي تم اضافتهم. طيب هنا المحلول الاولاني اللي هما كانوا مية. تركيزهم قد ايه? احنا حاسبين تركيزهم اربعة من مية. طيب والمحلول التاني الراجل ده في خمسين ميلي كان حجمهم قد ايه? خمسين ميلي تركيزهم نص ولا خمسة من مية. ها هو ضيف كام خمسة من مية. يبقى حضرتك خمسة من مية. كده حضرتك تعرف تجيب له اللي هو تركيز المخلوط. يبقى تركيز المخلوط بيساوي ايه? بيساوي حجم في تركيز للمحلول الاول زيت حجم في تركيز للمحلول التاني على الحجم الكلي اللي هو كام مية وخمسين. دولا مية فاربعة من مية يبقى اربعة زائد خمسين في خمسة من مية هتبقى عندنا خمسين في خمسة من مية بكام خمسين في خمسة من مية تساوي اتنين ونص يبقى هنا كده اتنين ونص واربعة ستة ونص على مية وخمسين. نشوف الناتج ستة ونص على مية وخمسين. الناتج بتاعنا هيساوي اربعة بعد العلامة عن اربعة من مية وبعدها تلاتة تلاتة. يبقى حضرتك بالرقم ده هو هندور عليه. اللي هو هيكون تقريبا كاربعة تلاتة واربعين من مية. احنا قلنا هو. اربعة من مية وبعدها تلاتة تلاتة يبقى ده الرقم هيكون ايه جيم. طبعا ما نفعش نقرب لان هنا لو فقلنا اربعة من مية يبدأ اربعة من مية الاول ايبا مش نافع. يبقى نختار له كام? تلاتة واربعين من الف. يبقى الاجابة جيم. طبعا بعدها تلاتة. ادى الناتج بتاعنا اولا قدامك. عشان تبقى مقتنع. خلاص? نروح بعد كده للتجربة التانية. بقول لي في التجربة التانية تم استخدام ميت ميلي من حمض كابريتيك مخفف ستة من مية ملاري فنتج راصب ابيض فان قتلة الراصب المتكون هتساوي قد ايه? ومحلول الناتج هيبقى نوعه ايه. بص يا رئيس. احنا عندنا هنكتب المعادلة بتاعتنا زي ما انت شايف كده. وهقول له احنا عاوزين نجيب عدد مولاد ده. عدد مولاد بتاعنا هنا بيساوي تركيز في حجم. التركيز بتاعه كان كام? ستة من مية. في الحجم قد ايه? في الحجم اللي قدامك ده. اللي هو مية. يبقى ستة من مية. مولر. في الحجم مية ميلي هنقسم على الف. يبقى واحد من عشر. يبقى عدد المولاد بتاعنا هنا كده كام? ستة من الف مول. تمام? تمام. هنا كنجيب من ده كام ميلي? مية ميلي. هو ايه لكده احنا نستخدم مية ميلي من ده. طيب واحنا كنا حزبين التركيز بتاعه ايه? التركيز بتاعه حزبينه في التجربة الاولانية كان اربعة من مية مولر. يبقى مية فاربعة من مية. بس المية دي ما تنساش تقسمها على كام? على الف. يبقى هنا اربعة من مية في واحد من عشرة. هتطلع اربعة من الف مول. طيب احنا عندنا دلوقتي من المحدد للتفاعل اللي عدد مولاته اقل. يبقى ده محدد اقل. ده هو المتبقي. يبقى ايه? اكبر. يبقى المحلول بتاعنا كده محلول ايه? حامضي. خلاص كده يبقى انا كده اجيب هو حامضي. اللي النقطة التانية. طيب الاربعة من مية مول من دي هيكونوا لنا راسب ايه? هو بيسأل عن الراسب. وبيقول فان كتلة الراسب المتكونة. هقول له والله لو احنا استخدمنا هنا واحد مول. الواحد مول هيعطي لنا كابريتات باريوم واحد مول. اللي هي كتلة الباريوم فيها مية سبعة وتلاتين. والكابريتات اتنين وتلاتين. والاكسجين اربعة وستين. نحسب كتلة المول. مية سبعة وتلاتين. زائد اتنين وتلاتين كابريت. زائد اربعة وستاشر اللي هم اربعة وستين اكسجين. الناتج هيساوي ميتين تلاتة وتلاتين. يبقى الواحد مول بيعطي ميتين تلاتة وتلاتين. طيب احنا لو قلنا عندنا اربعة من الف مول. هيعطي اكس. يبقى دي الكتلة بتاعتنا. يبقى الاكس بتساوي. اربعة من الف. في ميتين تلاتة وتلاتين. يبقى النتج اللي لسه معنا على الالة الحزبة ده. هنضربه في كام? في اربعة من الف. هيطلع النتج بتاعنا تسعمية اتنين وتلاتين. يعني تقريبا تلاتة وتسعين من مية. تسعمية. منين وتلاتين من الف. يعني تلاتة وتسعين من مية. يبقى نختار له تلاتة وتسعين. والنوحة ما دي اي جين. نروح بعد كده له السؤال رقم ميتين اتنين وتنين. ميتين واتنين. بقول للمخلوق من ان تم معالجة تسعة وخمستاشر من مية جرام من المخلوق بحيث ترسبت جميع الكاتيونات. بتاعة الكالسام في صورة كاربونات كالسام سي اي سي او سري. فاذا علمت ان كتلة الراسل تساوي خمسة جرام. اول حاجة يا جماعة لازم اكتب معادلة. احنا هنا بنعالج. بقول له هنا هو ان تم معالجة تسعة وخمستاشر من مية من نخلوق بحيث ترسبت جميع كاتيونات الكالسام. ها في صورة كاربونات. يبقى انت كنت مرسبه في صورة كاربونات. يبقى انت استخدمت مسلا كاربونات باريوم. بتاع كاربونات امونيوم. يبقى انا عندي هنا كده سي اي. سي ال تو. هفاعل مع كشف المجموعة التحليلية. الخامسة اللي هو ان اتش فور باي تو سي او سري. لانه قال لي اترسب في ايه كاربونات. يبقى انتك سي ايه سي او سري. زائد تو ان اتش فور سي ال. تبقى اللي هنا كده اتكون راسب ادي خمسة جرام. تكون كتلة راسب كانت كام خمسة جرام. اولا المادة المستخدمة اللي ترسيب كاربونات او كاتيونات الكالسام. ها احنا قلنا المادة المستخدمة للكاتيونات هتبقى كاربونات ايه امونيوم. فهنا بيقول لي كاربونات سوديوم. ولا بي كاربونات سوديوم. ولا كاربونات ماغنيسيوم. ولا بي كاربونات امونيوم. طبعا ما فيش عندنا كاربونات ما فيش كاربونات امونيوم يبقى نستخدم كاربونات ايه سوديوم. يعني احنا عندنا هنا المفروض نستخدم ايه كاربونات امونيوم ما فيش كاربونات امونيوم يبقى نستخدم ايه كاربونات سوديوم طيب ايش معنى كاربونات سوديوم اللي ما ينفعش نستخدم بيه كاربونات سوديوم او بيه كاربونات امونيوم اللي ان احنا قلنا هنرصب علي ايه كاربونات يبقى دي مش نافع طيب وكاربونات الماغنيسيوم اصلا عبارة عن راسب يبقى مش هتستخدم راسب عشان يرصب راسب يبقى احنا نكمل التجربة بتاعتنا كده ونبدأ نشوف. احنا عندنا ديت هتبقى هكتب المعادلة تاني بقى. يبقى زائد الناتج هيبقى زائد طيب احنا الاول بقى محتاجين نجيب له كتلة دي. طبقا للمعادلة بتاعتنا هنحل ترسيب عادة خالص. هنقول ده هو ان كان خمسة. وده هنم معرفش قد ايه. لانه قل تنى وترسيبها في صورة راسب وكان كتلة الراسب خمسة ايه? خمسة جرام. يبقى الاكس وقصده كام? خمسة. تعرف تحسب كتلة المول من هنا? هقولك ايوة. الكالسن بكام? هقولك باربعين. والكلور اتنين في خمسة وتلاتين ونص يعني واحد وسبعين. يبقى كده مية واحداشر. اهو. طب تعرف تحسب كتلة المول من هنا? ايوة. الكالسن باربعين. والكربون باثناشر والاكسجين تلاتة في ستاشر يعني. تلاتة في ستاشر عن تمانية واربعين. دول كده ستين واربعين يبقى كده كام مية. نضرب طرفين في ايه? في وسطين. يبقى الاكس بتساوي ايه? الاكس بتساوي مية واحداشر. خمسة. على مية. الناتج كام جرام? ده هتبقى كتلة كولوريد الكالسيوم. قلنا مية واحداشر. في خمسة. يساوي على مية. يبقى الناتج خمسة خمسة وخمسين من مية. خمسة. خمسة وخمسين من مية جرام. طيب هو عاوز نسبة مين? هو عاوز نسبة كولوريد السوديوم. هنقول له كتلة كولوريد السوديوم بتساوي الكتلة الكلية. ناقص كتلة كولوريد الكالسيوم. يبقى كتلة كولوريد السوديوم. بتساوي كتلة المخلوط. ناقص كتلة كولوريد الكالسيوم. طيب كتلة المخلوط كانت تسعة وخمستاشر من مية. ناقص خمسة وخمسين من مية. والاناتج نقسمه على تسعة وخمستاشر من مية ونضرب في مية عشان نيجيب له الناسب. يبقى نقول له تسعة. تسعة وخمستاشر من مية ناقص خمسة خمسة وخمسين من مية. بيساوي تلاتة وستة من عشر تلاتة وستة من عشر هي ده كتلة كلوريدو السوديوم على الكتلة كلية اللي هي تسعة وخمستاشر من مية بيساوي ونضرب في في المية يبقى النتج بتاعنا بيساوي تسعة وثلاثين واربعة وثلاثين من مية في المية تسعة وثلاثين واربعة وثلاثين من مية في المية تسعة وثلاثين واربعة وثلاثين يبقى تسعة وتلاتة من عشرة يبقى الاختيار بتاعنا هيكون جيم. سؤال متين وتلاتة بيقول لي بالاستعادة بالمعادلات هلأتيه اجب? طبعا جايب لي وده تمالح مجهول. انا عرفتك الملح المجهول ده ولتلك هيبقى اللي هو يديد ليه? يديد السوديوم. ليه? لانه في المعادلة التانية رصبه على هيئة كلوريت سوديوم. فانا هيبقى زائد هيعطي زيد تو ايتش اي. بعد كده اللي هو هيجي هنا يتفاعل مع سوديوم هيعطي لنا كلوريت سوديوم وكابرتات بريم. بعد ما اعملت المعدات بالشكل ده الدنيا بالنسبة لبا يتأسهل والسؤال يتحل على طول. ازاي? بقول هيزا علمت ان عدد مالات ال ايتش اي We الناتجة من التفاق والاول بتساوي اتنين من مية مول. دي اتنين من مية مول. يا بادوهم واحد من مية. عرفت منين مهو ده اتنين? وده كام واحد يبقى النسبة بينهم اتنين لكام لواحد ده اتنين وده واحد يبقى ده اتنين من مية ده ده واحد من مية خلاص واحد من مية اللي نتج من المعادلة الاولى هينزل التفاعل في المعادلة التانية ده واحد من مية وده زيه لان النسبة بينهم واحد لواحد يبقى ده كام واحد من مية واحد من مية مع واحد من مية هيعطي لنا هنا اتنين من مية مول من كلوريدو السوديوم وهيعطي واحد من مية مول من كبريتات البريوم. بقول لي هنا بقى فكم تكون كتلة الراصب سيه? المتكون عند اضافة اتنين وتمانية من مية. لو انا حسبت كتلة المول من ده هو هلاقيها ميتين وتمانية. اللي هي مية سبعة وتلاتين بريوم زائد اتنين في خمسة وتلاتين ونص كلوري يبقى واحد وسبعين يبقى كده كام? متين وتمانية. لو اسمت كتلة مادة على كتلة مول هقسم اتنين وتمانية من مية على ميتين وتمانية. الناتج هيبقى عندي واحد من مية مول. زي ما انا قلت لك بواحد من مية بتفعل مع واحد من مية. فينتج واحد من مية من المادة سي. اللي هي بي اي اس او فور. تعرف تحسب كتلة المول منها? ايوة البريوم مية سبعة وتلاتين. كبريت اتنين وتلاتين. اكسوجين اربعة فيه ستاشر يبقى اربعة وستين. يبقى الناتج بتاعنا كله دلوقتي بيساوي زي ما قلت لك كده. ميتين تلاتة وتلاتين. انا بقى عاوز كتلة واحد من مية مول. اقول له كتلة المادة بتساوي عدد المولات في كتلة المول. واحد من مية. في ميتين تلاتة وتلاتين تطلع. اتنين وتلاتة وتلاتين من مية جرام. صور رقم ميتين واربعة. بولي لديك لتر من عينة تحتوي على خليط من ن اس ال ال واتش اس ال تم معاييرة عشرة ميلي من العينة بواسطة خمستاشر ميلي من هيدروكسيد السوديوم. طبعا هنا اعطي لنا حجم وتركيز هيدروكسيد السوديوم ممكن اجيب عدد مولاته اللي هو اصلا بيساوي عدد مولات الايه? الاتش اس ال. ليه? ان لو كتبت المعادلة بتاعتي ادى الاتش اس ال. طبعا هو بيقول لك خليط من ان اس ال. واتش اس ال. من اللي هيتم معاييرته. بالان ايه واتش. من اللي هيتفعل مع هيدروكسيد السوديوم يتعير الاتش اس ال. يبقى حضرتك هتفعل الاتش اس ال. مع الان ايه. او اتش. الناتجة يكون ان ايه س ال. زائد اتش تو او. هنا هيبقى عندي عدد مولات الاتش اس ال اللي بيساوي عدد مولات الان ايه واتش. فهتقول له كده عدد مولات الاتش اس ال. بيساوي عدد مولات الان اي او اتش. بيساوي كام? بيساوي تركيز. بحجم بيه اللتر. بترجع للمسألة بتاعتك. تجيب تركيز كان كام? وبقول اللي تم معاييرات لعينا بوسطة كام? وخلي بالك لعينا عشرة ميل. خمستاشر. خمستاشر ميل من محلول هيدروكسيد السوديوم. في خمسة من مية مولاريب. انا كده بجيب له عدد مولات الان او اتش فاستخدم تركيزه حجم. تركيزه اللي هو خمسة من مية. في حجمه اللي هو خمستاشر. خمستاشر ميل يبقى في عشرة قس سالب كام? تلاتة. شوف الناتج كام? هيبقى عند خمسة من مية. خمسة من مية. في عشرة قس سالب تلاتة. في خمستاشر. وطبعا اتجام عملية. اتضربة عملية ابدالية فمش هتفرق معنا. يبقى سبعة ونص. ناتج سبعة ونص مول. في عشرة قس سالب كام? قس سالب اربعة مول. دولا عدد مولات الاتش سال. الموجودين في كام? في عشرة ميلي. يبقى اللي تم معايرة عشرة ميلي من العينة. فانت هتقول له. عندنا دلوقتي عدد مولات. وعندنا ايه? حجم. عدد المولات اللي احنا جبناه كان سبعة ونص في عشرة قس سالب اربعة مول. الحجم بتاعنا كان عشرة ميلي اللي تم معايرته. طب هو ايه للحجم الكل في المسألة كان كام لتر يعني الف ميلي. يبقى هنا كده عدد المولات هيبقى اكس. تدرب ترافين فيه قسطين. يبقى الاكس بتساوي اللي هو عدد مولات حمض الهيدروكلوريك فيه العينة. هيساوي سبعة ونص في عشرة قسط سالب اربعة في الف على عشرة. يبقى الناتج ده هو في مية. يبقى سبعة ونص في عشرة قسط سالب اتنين مول. ده كده عدد مولات مين? الهيدش بقى انا هنا ايه. خلو كتلة بتساوي عدد مولات في كتلة مول. عدد المولات اللي هو كام? سبعة ونص في عشرة قسط سالب اتنين. في كتلة المول عطالنا في المسألة بستة وتلاتين ونص. يبقى الناتج بتاعنا. اللي كان طالع هو سبعة ونص في عشرة قسط سالب اربعة. هنضرب في مية. عشان يبقى عشرة. يبقى سبعة ونص في عشرة قسط سالب اتنين او خمسة وسبعين من الف. هنضرب بقى في كتلة العين او كتلة المول اللي هو ستة وتلاتين ونص جرام. الناتجة يساوي. اتنين سبعة تلاتة سبعة خمسة. ده المطلوب ثانيا اللي هو هنا هو انا هيبقى تقريبا اتنين واربعة وسبعين من مية. يعني احنا اللي قربنا هيبقى اتنين واربعة وسبعين من مية تقريبا. السبعة دي هتيجي هنا. يبقى بواحد يبقى اتنين واربعة وسبعين من مية تقريبا. طيب الخطوة التانية بقى بيقول ثم اضيفها عشرين ميلي من محلول نطرات الفضة مولر تركيز واحد من عشر مولر اللي ترسيب كل الكولوريد. يعني ايه? انا عندي هنا الاجي ان او سري. الاجي ان او سري. هيرصب مين? هيرصب كل الكولوريت. اللي موجود فيه الاتش سي ال. واللي موجود فيه الان اي الان اي سي ال. طيب. انا هنا لو قلتلك عشان نعمل معادلة لدولن كده او نعمل معادلتين. فانا ممكن استخدم اتنين مول من ده. يبقى اي جي ان او سري. يتفاعل مع الاتش سي ال. يتفاعل كمان مع الان اي سي ال. معادلة هي كاملة مشتركة. هيعطي لنا. اي جي سي ال. زائد. اي جي سي ال. زائد. اي جي سي ال. زائد. اي جي ان او سري. وان اي ان او سري. دي كده معادلة مزدوئة ومعادلة. معادلة جامع الاتنين. يعني انا هفعل واحد مول من اي جي ان او سري مع الاتش سي ال. واحد مول من اي جي ان او سري مع الان اسل. فانا اجي عطيهم لك في معادلة واحدة. طيب كده يبقينا عارفين. ان عدد مولات نطرات الفضة. هيساوي عدد مولات الكلورايد هنا. دول اتنين مول. وهنا اتنين مول يبقى بيساوي عدد مولات الكلورايد في لين. اللي هو الكلوريد اللي في الان اس اللي في الكلورايد. تمام اوي. طيب عدد مولات نطرات الفضة بيساوي ايه? بيساوي تركيز في حجم. تركيز في حجم بالليتر. تمام اوي. ارجع بقى للمسالة بتاعتك وشوف تركيزه كان كام وحجمه كام. بقول له تركيز واحد من عشرة وحجمه عشرين ميلي. يبقى التركيز واحد من عشرة. والحاج عشرين ميلي. يبقى عشرين في عشر قص ثلاثة في واحد من عشرة. يبقى كده حضرتك. دول هيبقوا عشرين في عشر قص ثلاثة اربعة. او اتنين في عشر قص ثلاثة مول. تمام. كده انا جبت له عدد مولات الكولورايد كلها. طيب انا كنت عارف عدد مولات الاتش سيل ولا لا? ايو انا حسب عدد مولات الاتش سيل قبل كده. اللي هي كانت ايه عدد مولات الاتش اس ال. عدد مولات الاتش اس ال في العيانة كلها كان بتساوي سبعة ونصف فعشر قصة سالب كام? اتنين. بس هنا في حاجة لازم تخلي بالك منها. تخلي بالك من الحتة دي. ان ده هما في كام? اتنين فعشر وسالب ثلاثة دول فعشرة ميل. ليه? لانه في المسألة ايه ليه? ثم اضيفة عشرين ميلي من محلول نطرات الفضة لترسيب كل الكولوريت في الخليط. الخليط اللي هو خليط بتاع المعايرة اللي هو كان عشرة ميلي. يبقى حضرتك هتقول له كده احنا كان عندنا عدد مولات وعندنا حاجة. نكتب كده. عدد مولات ومين? وحاجة. عدد المولات بتاعنا اتنين في عشرة. بس سالب ثلاثة. ده في عشرة ميلي. ده هيبقى لو انا عندي بقى الف ميلي اللي هو اللتر اللي هو العينة الكلية. هيبقى عندنا كده اكس. تضرب طرفين في الوسطين. يبقى الاكس بتساوي. اتنين في عشرة. سالب ثلاثة. في الف. على عشرة. دي هتضامع دي. يبقى عندي اتنين من عشرة مول. يبقى كل عيونات الكلورايد كانت كام اتنين من عشرة. طيب انا عاوز بقى اجيب له عدد مولات الان اي سي ال. قلو بيساوي عدد مولات الكلورايد الكلي. ناقص عدد مولات الاتش اس ال. يعني بيساوي اتنين من عشرة. ناقص عدد مولات الان اي سي ال اللي كنا جايبينها كام? سبعة ونص في عشرة قصة سالب اتنين. ناقص سبعة ونص في عشرة قصة سالب اتنين. شوف الناتج كام وضربه في كتلة المول. عشان تجيب له كتلة الان اي سي ال. يبقى كتلة الان اي سي ال اللي ساوي عدد المولات في كتلة المول. عدد المولات في كتلة المول. طيب احنا نشوف العدد المولات بتاعنا قلنا. الرقم اللي قدامي ده اتنين من عشرة. في ناقص اتنين من عشرة. اتنين من عشرة. ناقص سبعة ونص نفتح قص معلش. سبعة ونص في عشرة قص سالب اتنين. ناقص القص بيساوي مية خمسة وعشرين من الف في كتلة المول من كولوريد السوديوم. لو بيساوي تمانية وخمسين ونص جرام. الناتجة هيطلع سبعة وتلاتة من عشرة. او سبعة وتلات تلاف مية خمسة وعشرين. يبقى هنا كده ده يطلع مية خمسة وعشرين من الف مول. ادى مية خمسة وعشرين من الف مول. نضرب في الكتلة المولية هي تمانية وخمسين ونص من كولوريد السوديوم الان ايه سي ايه اللي عطلنا في المسألة مباشر. قلنا بتساوي سبعة وتلتمية تلات تلاف مية خمسة وعشر تلاف. يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون سبعة وتلاتة من عشرة تقريبا يبقى الكتلة او الاجابة بقى. روح بعد كده ليه السؤال رقم ميتين وخمسة. بولي تم تحليل احد هاليدات البريوم اللي هو قدام له. حيث اكس تعني هالوجين وذلك بازابة دوب كتلة معينة من هذا المحلول من هذا الملح في ميتين ميل. طيب احنا عندنا هنا تركيز وعندنا حجم. بس هنا معرفش الكتلة المولية بتاعت المادة دي تقدية عشان اجيب له التركيز وعنده كتلة وعند ايه? وعند حاجم. وتم اضافة كمية زي اده من حمض الكابريتيك. لاتمام ترسيب البريوم كان موجود على هيئة كابريتات بريوم. فاذا علمت ان كتلة الراصب بتساوي متين اربعة وخمسين من الف جرام. فما هذا فما نوع هذا الهلوش. هنعمل حاجة بسيطة خالص. هنكتب عندنا كتلة. وهنكتب عندنا معادلة بتاعت الترسيب. اللي احنا عندنا هنا هيبقى بي ايه? اكس تو تو اتش تو او. هنفعلها مع حمض كابريتيك اتش تو اس او فور. هنكمل احلال مزدوج عادة ونفصل الماء. فيبقى الناتج بتاعنا. بي اي اي اس او فور. زائد تو اتش تو او. اللي هي المايدة هي. زائد اتنين اتش اكس. اللي اتنين بتوع الحمض مع ال اكس تو. خلاص كده? طيب الراجل هنا بيقول لي. احنا عاوزين بقى نجيب له هنا كده عدد المولات مثلا. يبقى اقول له هنا كده مطلوب عدد مولات وهنا ما اعطاها قتلة. لانه بيقول ليه? تم اضافة كمية زي ايه ده من حمض الكابريتيك لترسيب لتمام ترسيب الباريوم. على هيئة كابريتات الباريوم. فاذا علمت ان كتلة الراصب بتساوي الرقم ده. فما نوع الهالوجين? طيب احنا عندنا كتلة الراصب بتاعنا ادي ايه? ادى اتنين. خمسة. اربعة جرام. اهو. ده كده الكتلة بتاعتنا. لو رجعت الاول سطر في المسألة هتلاقيها اعطيني كتلة من الملح بتاعنا اللي هو ملح الباريوم المتهدرة. الكتلة دي بتساوي ادي ميتين ستة وستين من الف جرام. ديت اللي تسببت في تكوين الراصب. يبقى هنا هنكتب متين ستة وستين من الف جرام. رسبت الرقم ده. فيبقى اكس اللي هي الكتلة الكلية. هترسب الكتلة المولية بتاعت كابريتات الباريوم اللي هي ميتين تلاتة وتلاتين. الباريوم مية سبعة وتلاتين. كابريت اتنين وتلاتين. الاكسجين اربعة فستة اشر يعني اربعة وستين. لو جمعتها يطلع معاك اتنين. ميتين تلاتة وتلاتين. لما تضرب طرافين فوسطين تجيب له كتلة الاكس. يبقى الاكس بتساوي ميتين ستة وستين من الف. في ميتين تلاتة وتلاتين. على. ميتين اربعة وخمسين من الف. تشوف النتجة يساوي كام. ميتين ستة وستين من الف. في ميتين تلاتة وتلاتين. يساوي. على. علامة. ميتين اربعة وخمسين من الف. يبقى الناتج بيساوي. ميتين اربعة واربعين جرام. يبقى الكتلة المولية للمادة بتاعتنا بتساوي ميتين اربعة واربعين جرام. طيب ازا كان الملح بتاعنا المتهدرة اللي هو بي ايه. اكس تو. تو اتش تو او. كتلة المول منه بتساوي. ميتين اربعة واربعين. يبقى انا عندي الباريوم بمية سبعة وتلاتية. هكتب باريوم. اتنين اكس ده ما جهول ما عرفوش. زايد اتنين ما يعني اتنين في تمنتاشر كتلة المول. بيساوي ميتين اربعة واربعين. تمام. يبقى الاتنين اكس بتساوي. ميتين اربعة واربعين. ناقص. الاتنين في تمنتاشر بي ستة وتلاتين. اول. زايد المية سبعة وتلاتين اللي جاء من الناحية التانية. نقوم ايلين اللي هو اتنين اكس بتساوي. ميتين اربعة واربعين او الاكس بتساوي. ميتين اربعة واربعين. ناقص. ناقص. اللي احنا اكتبناها. اده متين اربعة واربعين. ناقص. افتح قوز. ستة وتلاتين اللي هما المية. زايد مية سبعة وتلاتين اللي هو الباريوم. قافل القوز بتاعك. ده يساوي واحد وسبعين. على الاتنين. هيطلع خمسة وتلاتين ونص. يبقى الاكس. ساوي خمسة وتلاتين ونص اليمين الكولور. يبقى الاكس طلعت معنا بخمسة وتلاتين ونص. اللي هو الكولور. يبقى الاجابة بتاعتين بقى. مسألة متين وستة بيقول لأوزي بقى كتلة مقدارها سبعتاشر وستواشر من مية جرام من كربونات السوديوم المائية. ان اي تو سي او سري اكس اتشي توقف الماء. واقمي لحجم المحلول الى خمسمية ملي ده حجم كله. طبعا هنا مش هعرف اجيب له عدد مولات بكتلة مادة على كتلة مول لان كتلة المول فيها مجهول اللي هو الاكس. ما لا هنجيبها ازاي? هنجيبها بعد المعايرة. جلة عادلة خمسة وعشرين ملي من هذا المحلول تماما مع تلاتين ملي من حمض الهايدروكلوريك. هكتب معادلة تعادل حمض الهايدروكلوريك مع كربونات السوديوم المائي. ادى ان اي تو سي او سري اكس اتشي تو او. هيتم معايرتها مع تو اتشي سي ال في المعادلة عشان تبقى موزونة. المفروض ان هيعطلنا اتنين اي سي ال اللي هما الاتنين بتوع الان اي مع الاتنين سي ال هنا. والمفروض يتكون حمض كربونيك هيبقى اتشي تو او و سي او تو. هينحل على طول. وهيتكون عندي اكس اتشي تو او اللي هي هتنفصل من الملح المتبلغ. طيب بقى عندي هنا كده ممكن نعمل معاير عادية خالص. ام بي. في بي على ان بي. بي ساوي. ام اي. في اي على ان اي. تمام. هو اي اللي تعادل من ده خمسة وعشرين ملي. اي له. تعادل خمسة وعشرين ملي من هذا المحلول. يبقى محلول كربونات السوديوم. تعادل منها خمسة وعشرين ملي. التركيز بتاعها ما عرفوش. عدد مولات هنا واحد. النحية التانية الام بي. الام ايه? ده هو التركيز بتاعه كان اتنين من عشر. ويه كان تلاتين ملي. وعدد مولاته هنا كده 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 اتنين. هنقول له الام بي بي ساوي. ام من عشرة. في تلاتين. على اتنين. في خمسة وعشرين. شوف الناتج. اللي هو بعد الطرفين في بواسطين يعني. شوف الناتج هيساوي كان. اتنين من عشرة. اتنين من عشرة. اتنين من عشرة في تلاتين. بيساوي على افتح قوس. اتنين في خمسة وعشرين يعني كام? خمسين. بيساوي اتناشر من ملي. يبقى التركيز بتاعنا اتناشر من مية مولار. بعد ما جبت التركيز بقى سهل جدا. اشتغل في قانون حساب كتلة المادة المزابة اللي احنا حافظينه. كتلة المادة المزابة بتساوي. تركيز في حجم باللتر في كتلة مول. اللي انت اخترت القانون ده مصر. هقول لك لان هو الراجل اعطلنا كتلة مادة مزابة سبعتاشر وستاشر من مية. ده بتفيه خمسمية ملي. يبقى انت دلوقتي عندك كتلة او عندك حجم وجبتي التركيز يبقى تعرف تجيب له كتلة المو. كتلة المادة قلنا سبعتاشر. وستاشر من مية جرام. تركيز بتاعنا اتناشر من مية. هنضرب في الحجم الكل اللي اللي هو خمسمية ملي يعني نص لتر. الناس سألت قبل كده ليه بتختار نص لتر? اقول طول عشان الكتلة دي ادايبة في نص لتر. ليه اخترت خمسة وعشرين في المعايرة الاولانية? لانه قال لي عاير خمسة وعشرين بتلاتين. يبقى احنا بنشتغل زي هو طالب. كتلة المول من الان ايه? ده هتبقى مجهولة. هيت. هتبقى كتلة المول بقى هنجيبها في طرف لوحد. هيبقى كتلة المول بتساوي. سبعتاشر وستاشر من مية. على نص. في اتناشر من مية. شوف الناتج بتاعك هيساوي كام كام جرام. بنشوف كده. سبعتاشر وستاشر. سبعتاشر. وستاشر من مية. على نص. لو هو نص لتر. فيه التركيز اللي هو اتناشر من مية. في اتناشر من ايه? نص في اتناشر من مية. هنقفل القوص. هيساوي ميتين ستة وتمانين جرام. ميتين ستة وتمانين جرام. بقى الموضوع بالنسبة لي سهل جدا. هقول له المادة بتاعتنا صغيتها اتنين في تلاتة وعشرين زايد اتناشر زايد تلاتة في ستاشر. الكتلة بتاعتهم كلها ايوة بتساوي مية وستة. زائد الاكس معرفهاش بس عرف ان المية التمنتاشر يبقى اكس في تمنتاشر يعني ايه? تمنتاشر اكس. ده بيساوي ميتين ستة وتمانين. هنعدي المية وستة النحية التانية بعكس الاشارة. يبقى انت عندك التمنتاشر اكس. بيساوي ميتين ستة وتمانين. ناقص مية وستة. يبقى الاكس بس بتساوي. ميتين ستة وتمانين ناقص مية وستة يعني مية وتمانين. على التمنتاشر. لما نقسم عليه هيساوي كده كام عشرة مول. يبقى الاكس اللي هو كان عدد المولات تساوي معاه في الاخر كام عشرة مول. هقول تاني فكرة المسألة ديت. اول حاجة هتكتب معادلة معايرة. بعد كده هتشتغل معايرة في الاول ام بي في بي على ان بي بي ساوي ام اي في اي على ان اي. بعد كده هتعوض احنا عيادنا خمسة وعشرين مل من المحلول ده. مع تلاتين مل من اتش اس اي ال وكان تركيزه اتنين من عشرة مولر. على عدد مولاته اتنين هتعوض تجيب له الام بي. بطلعت معايا باتناشر من مية. بعد كده تشتغل في قانون الكتلة المزابة. قانون الكتلة المزابة بيقولك ايه? كتلة المزابة بيقول تركيز في حجم المحلول بالليتر في كتلة مول. كتلة المادة المزابة كانت مزابة في خمسمائة ملي يعني نص لتر. يبقى هنا نكتب الكتلة وهنا نكتب الحجم والتركيز اللي انا جبته. يبقى عندما جول كتلة المول. جبنا كتلة المول من المادة المتهدراتها طلع متين ستة وتمانين. كتلة ديت بتساوي كتلة كربونات السوديوم زيت كتلة المية. كتلة كربونات السوديوم مية وستة. كتلة المية حواء تمنتاشر. تمنتاشر ده المول في الاكس اللي هو عدد مولاته معرفوش بيساوي متين ستة وتمانين. خلصنا الحسابات طلعت معي بعشرة مول. يبقى الاكس بتاعتنا بتساوي عشرة. بروح بعد كده لاخر صفحة الديارة. تاني. بول عينة من حمض الكابريكيك. يلزم لتعادل عشرين ميلي منها ستاشر ميلي من اني او اتش تركيزه واحد من عشرة مول. يبقى احنا كده هنشتغل معايدة. فاذا اضيفة مية ميلي من العينة الى كمية كافية من كلوريدي البريوم. ما كتلة الكابريتات البريوم المترسلة. المسألة بتاعتنا هنشتغل معايدة فوق. الخطوة الاولى وبعد كده هنشتغل ايه? ترسي. يبقى خطوتين او مسألتين في واحد زي ما بنقول. طي. يلا كده مع بعض. بولي عينة من حمض الكابريكيك. اللي هو ايتش توقص اوفو. هيتعاير مع مين? مع اي اي او اتش? اهي. لما نعاير هنكتب المعادلة بتاعتنا موزونة. فيعطلنا اي 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 كان منه كام عشرين ميلي. اهو. حجمه. تركيزه ما عرفوش. يبقى التركيز بتاعه الام ايه ده مجهول. والضربة عملية ابداليازي قبل كده ما قلنا. ها. على عدد المودات بتاعه كام واحد. نروح الناحية التانية. استخدمنا الدي بقى. الا نستخدم ستاشر ميلي. تركيزه واحد من عشر. يبقى هنا كده ستاشر ميلي. تركيز بتاعه كام? قلنا واحد من عشرة مولر. على الان بيبقى كام باتنين. كده تعرف تجيب له الام ايه التركيز ايوة. ادى الام ايه هون بيساوي. واحد من عشرة. في ستاشر. على اتنين في عشرين اللي هما بكام باربين. ادى الاتنين في العشرين ده هيبقى كام اربين. يبقى واحد وستة من عشرة على اربين. الناتج هيبقى كام مولر. واحد وستة من عشرة على اربين. واحد وستة من عشر على أربعين. الناتج بيساوي أربعة من مية مولور. كده جبت له تركيز مين؟ حمض الكابريتيك. ده اللي أعرف أجيبه من الخطوة الأولى لحد دلوقتي. طيب طالما جبت تركيزه. بقول لي فإذا أضيفه مئة ميلي من العينة لها حمض الكابريتيك يعني. إلى كمية كافية من كولوريد البريوم بي اسي ال تو. ما كتلة كولوريد البريوم. أعرف دلوقتي أجيب له كتلة حمض الكابريتيك في المية ميلي. هنقول له كتلة مادة مزابة بتساوي. عشان احنا محتاجين الكتلة في الخطوة التانية. كتلة مادة مزابة بتساوي. تركيز في حجم باللتر في كتلة مول. التركيز جبناك أربعة من مية. في الحجم باللتر إلي إيه؟ استخدمنا مية ميلي. في الخطوة التانية مية ميلي. يبقى أنا عاوز الكتلة المذابة في مية ميلي. يبقى مية على الف يعني واحد من عشرة. عشان بنقول حجم بيه؟ باللتر. كتلة المول من حمض الكابريتيك تمانية وتساين. جبتها ازاي؟ هقول لك اتش تو اس او فور. اتنين في واحد زائد اتنين وتلاتين زائد اربعة في ستاشر هتحسبها تلاقي كام تمانية وتساين. الناتج بتاعك هيساوي اذا اربعة من مية في واحد من عشرة. اربعة من مية في واحد من عشرة في تمانية وتساين اللي هي كتلة المول. الناتج بيساوي تلتمية اتنين وتسعين من الف جرام. تلتمية اتنين وتسعين من الف جرام. تمام كده. انا استخدمت ديات فين بقى؟ في الترسيب. يبقى ده كتلة مستخدمة فين؟ في الترسيب. كتلة مستخدمة في الترسيب. طيب. هتكتب لي بقى معادلة الترسيب. هو رصب مين؟ قال لي هيضيف كولوريد باريوم لحمض الكابريتيك. يبقى تكتب معادلة الترسيب يلا. كولوريد الباريوم بي ايه. سي ال تو. زائد حمض كابريتيك اتش تو اس او فور. الناتج هيبقى بي ايه اس او فور زائد تو اتش سي ال. هو طبعا عاوز كتلة الرصب المتكون. هنقول له ده اول مطلوب كتلة. وانا حسبت له كتلة حمض الكابريتيك اللي احنا نستقبامها. يبقى ده معطى ايه؟ معطى قتلة. المطلوب اكس. والمعطى اللي احنا حسبينه في الاول. لو كام تلتمية اتنين وتسين. كتلة المول من حمض الكابريتيك معروفة. تمانية وتسعين. كتلة المول من كابريتيكات الباريوم محسوبة قبل كده متين تلاتة وتلاتين. وحسبها تاني. ادرب طرفين فيه بقساطين. يبقى الاكس بتساوي تلتمية اتنين وتسعين من الف في متين تلاتة وتلاتين على تمانية وتسعين. شوفوا الناتج كام. تلتمية اتنين وتسعين من الف في متين تلاتة وتلاتين على تمانية وتسعين لها كتلة المول. الناتجة يساوي تسعمية اتنين وتلاتين. تسعمية اتنين وتلاتين من الف جرام. يعني تلاتة وتسعين من مية جرام في الموطيات هنا. تلاتة وتسعين من مية. يبقى اللي جاية بتاعتك هتكون جيم. نروح بعد كده. السؤال مية وتمانية. متين وتمانية. بقول له اضيفة. خمسين ميلي من حمض HSL الى محلول AG انه اسري. وبالترشيح لفصل الراسب. الراسب كلوريد الفضة وتكفيفه. ووجد انه كتلته بتساوي اتنين وسبعة وتمانية. طيب انت كده عندك معادلة الترسيب بين مين ومين بين ال HSL والAG انه اسري. تمام. هنعمل معادلة ونشتغل على ديت قبل ما نشوف النص التاني من المسألة. عشان ده هنحتاجه بعد كده. هتكتب كده. هنقول عندنا في النص الاولاني هو فاعل مين? فاعل ال HSL مع ال AG انه اسري. تمام? هيبقى الناتج بتاعنا ايه? AGCL زائد AGCL زائد HNOC. الراجل بقول لي انا اضفت خمسين ميلي من حمض الهايدروكلوريك. الى ايه جي انه اسري وبالترشيح لفصل الراصب وتكفيفه وجده انه كتلة الراصب. يبقى هو ده معطى كتلة. ده معطى كتلة. طيب تعالي بقى كده بقول لي فان حجم ال N H تركيزه نص مولر والذي يتعادل تماما مع عشرين ميلي من هذا الحمض. يبقى انت عاوز تشتغل على الحمض. هقوله انه هو ان ده مطلوب عدد مولات. مطلوب عدد مولات. خلاص كده? مطلوب عدد مولات اكس. اللي هيعطي لنا الراصب الراصب ده كتلة وقدية اتنين سبعة وتمانية. اتنين سبعة وتمانية. طيب هنا واحد مول بيرصب قد ايه? بيرصب واحد مول من ال AGCL اللي هو مية وتمانية زائد تلاتة واربعين ونص زائد خمسة وتلاتين ونص عفوا. اللي هو القلور. يعني مية تلاتة واربعين ونص. لو ضربنا اطرافين في وسطين. يبقى الاكس بتساوي. بتساوي واحد مول. في اتنين سبعة وتمانين. على مية تلاتة واربعين ونص. هنجيب ده بالال الحسبة هيبقى اتنين علامة تمانية سبعة. على واحد اربعة تلاتة علامة خمسة مع عشرة. الناتجة يساوي اتنين من مية مول. كده عرفت عدد الايه المولات. تعرف تجيب للتركيز? هو اعطلنا هنا حجم. تعرف تجيب التركيز? ايه وعرف يجيبي التركيز. هقول له تركيز الاتش سيل. بساوي عدد مولات على حجم المحلول بالليتر. عدد المولات بتاعنا كام? اتنين من مية. حجم المحلول كان خمسين ميلي. يبقى خمسين في عشرة اس سالب تلاتة. اهو ايه الخمسين ميلي. يبقى الناتج بتاعك. احنا مطلعينه لسه مساحناش دوا. على. خمسين ميلي. يعني خمسين في عشرة اس سالب تلاتة. تطلع اربعة من عشرة مولر. يبقى كده اربعة من عشرة مولر. ده مين? ده الام اي. تمام? تمام. بص بقى بقولي فان حجم الاني او اتش تركيزه نص مولر والذي يتعادل تماما مع عشين ميلي من هذا الحمد. هنقول له عادي. هنتبقى معادلة الاني او اتش مع الاتش سي ال هيعطي اني اي سي ال زائد اتش تو او. بعد ما كتبنا المعادلة ديت. هنقول له هنا كده. ام بي. في بي. على ان بي. بيساوي ام اي. في اي. على ان اي. هنعوض. بقولي فان حجم الاني او اتش. اللي هو تركيزه نص مولر. عاوز الحجم يبقى عاوز الفي بي. اللي تركيزه نص مولر. وعدد مولاته طبعا هنا واحد. احنا قلنا هيتعادل مع عشرين ميلي. يبقى اده عشرين او. في التركيز اللي احنا جبناه. اللي هو كان كام اربعة من عشرة مولر. على واحد. نضرب طرفين في وسطين. يبقى الفي بي بي ساوي. اربعة من عشرة في عشرين. على خمسة من عشرة. يبقى الناتج بتاعنا. اربعة في عشرين على خمسة. اربعة في عشرين على خمسة. خمسة فى الواحد. على الخمسة فيها. الاربعة تطلع ستاشر ميلي. يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون ستاشر ميلي. المسألة رقم ميتين وتسعة. دول عيانة من خمس صدرات اف اي سي او سري. غير النقل كتلة اربعة جرام. تحتوي على شوائب من الرمل فقط اس اي او تو. سخنة في الهواء بشدة حتى صارت كتلاتها تلاتة واتناشر من مية. كم تكون نسبة الشوائب في العيانة? طبعا احنا عندنا المعادلة بتاعتنا اللي احنا نكتبها دلوقتي ديت. معادلة. مش هنجوزينها ولكن هتريحنا شوية. انا عندي اللي هو ده هنسخنه في الهواء. تسخين في الهواء. لما تسخن في الهواء هيعطي اكسيد حديد سلاسي. شوائب. خلي بالك سلاسي عشان هيتسخن في الهواء فهيتاكسد. زائد ثاني اكسيد الكربون هيطير. انا هعمل علاقة ما بين اللي انا عارفهم. انا عندي كربونات الحديد او السيدريت. كربونات الحديد السنية كتلة المول في قدي مية وستاشر. زي ما نوعات هل وكتلة المول من ثاني اكسيد الكربون قدي ايه? اربعة واربين. يعني انت بتقول ان المية وستاشر جرام من السيدريت فيهم اربعة واربين. يبقى احنا لو عندنا مول سيدريت وسخلناها يطير منه اربعة واربين. طيب كتلة السيدريت في العينة بتاعتنا اديه. بتساوي اربعة جرام. ناقص الشوائب اكس. طيب الناحية التانية. كتلة ساني اكسيد الكربون اللي طلعت اديه. هو كان عطلنا كتلة اربعة جرام. لما سخلناها تبقى منها تلاتة واتناشر من مية. يبقى كتلة ساني اكسيد الكربون بتساوي الفرق. تمام كده. نضرب طرفين في وسطين. لما نضرب طرفين في وسطين. هعرف اجيب له قيمة الاكس. اللي هي كتلة مين الشوائي. طبعا دومنا جماعة هيبقى تمانية وتمانين من مية. اربعة و تلاتة واتناشر. ناقص تلاتة واتناشر هيطلع تمانية وتمانين من مية. لما تضرب طرفين في وسطين هيبقى عندك اربعة فاربعة واربعين. بمية ستة وسبعين. ناقص اربعة واربعين اكس. ده كده دول مع بعض. بيساوي. مية وستاشر في تمانية وتمانين من مية. شوف هم بيساوي ايه كده. مية وستاشر في تمانية وتمانين من مية. مية واتنين. ناتج بتاعنا هيبقى مية. واتنين وتمانية من مية. تمام. هنعمل ايه بقى يا مستر? هنعدي دهو النحة التانية بعكس الاشارة. وده بعكس الايه? الاشار. يبقى انت عندك هنا كده مية. ستة وسبعين. ناقص مية واتنين وتمانية من مية. بيساوي اربعة واربعين اكس. تمام? يبقى انا لو عاوز الاكس. يبقى الاكس بتساوي. مية ستة وسبعين. ناقص مية واتنين. وتمانية من مية. على الاربعة واربعين. احسب كده بالقل الحسب يلا. نشوف الناتج كده. قلنا مية ستة وسبعين. مية ستة وسبعين. ناقص مية واتنين وتمانية من مية. ناقص مية واتنين وتمانية من مية. بيساوي تلاتة وسبعين اتنين وتسعين من مية. على اربعة واربعين. هيساوي واحد وستة وتمانية. واحد وتمانية وستين. يبقى على كتلة العينة كلها كانت اربعة في مية. يبقى على اربعة بيساوي في مية بيساوي اتنين واربعين في المية. النتج بتاعنا اتنين واربعين في المية يعني ده. بعد كده بول لديك محلولين التاليين. ما هو تركيز ايونات الكلوريت في المحلول الناتج من خلطهم. تركيز الكلور هنا وتركيز الكلور هنا. اولا انا عندي هنا التركيز المحلول كله قدين. اه او عدد ملات المحلول هنا. تركيز في حجم بجيب له عدد ملات المحلول. يبقى هنا كده عدد ملات المحلول اول هيبقى واحد لترف واحد من عشرة ملات. يبقى هنا كده هيجيب له عدد ملات محلول واحد اللي هو ن اي سي ال هيساوي واحد من عشرة في واحد لتر يبقى بيساوي واحد من عشرة مول طيب هو ما يلو كده ادى الان اي سي ال لما هيتأين هيعطي ن اموجب زيت سي ال ايه سال ده عدد مولاته واحد من عشرة يبقى ده عدد مولاته واحد من عشرة يبقى ده عدد مولاته واحد من عشرة تمام كده? هنجيب له عدد مولات محلول اتنين. اللي هو بنفس الطريقة. اللي هو تركيز في حجم. تركيزه كام? اتنين في حجمه. تركيزه اتنين من عشرة في حجم اتنين لتر. يبقى التركيز بتاعه اتنين من عشرة في حجمه اتنين لتر. تطلع اربعة من عشرة مول. هناخد الالت. ونقينه. هيعطي السي ايه موجب اتنين. زي الاتنين سي ال سالب. هنا ده واحد. ده واحد. ده اتنين. ده النسبة بين عدد المولات. ده اربعة من عشرة. يبقى ده زي اربعة من عشرة. وده هو نضاعفه يبقى تمانية من ايه من عشرة. طيب. كده هجيب له عدد مولات الكلي. عدد مولات الكلوريد الكلية. بتساوي واحد من عشرة زي التمانية من عشرة. واحد من عشرة في المحلول الاول. تمانية من عشرة في المحلول التاني. يبقى كده تسعة من عشرة ايه? مول. بعد ما جبت له تسعة من عشرة مول هو عاوز يبقى هو عاوز تركيز ايونات القلوريد في المحلول الناتج. هقول له التركيز بيساوي عدد مولات كله على حجمه كله. عدد المولات الكل جاي بينه كام? تسعة من عشرة. المحلول اولاني كان حجمه واحد. والمحلول التاني حجمه اتنين لتر. يبقى تسعة من عشرة. على تلاتة لتر. يبقى بيساوي تلاتة من عشرة مولر. يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون باب. بكده نبقى وصلنا لنهاية اسئلة الباب التاني. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. هنكمل باقي ابواب المنهج. توفي يا شباب في الموقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.